في ظل اتساع دائرة التصريحات والمواقف الدولية تعيش أوكرانيا بين شد وجذب وفيما اعتبرتها موسكو على أهميتها مشكلة دولية معزولة اتفق الرئيس الأمريكي باراكو باما ورئيس وزراء اليابان على أن أفعال روسيا خطر على السلام والأمن الدوليين متعهدان بالعمل مع أعضاء مجموعة السبع للدفع بموسكو للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسيادة الأراضي الأوكرانية سيادة أوكرانيا انتهكتها قوات روسيا بحسب الرئيس الأمريكي الذي دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية إلى قبول شروط حل دبلوماسي للأزمة يقضي بما يلي سحب موسكو لقواتها إلى قواعدها في القرم والسماح لمراقبين دوليين بضمان مراعاة حقوق السكان المنحدرين من أصل روسي والموافقة على حوار مباشر مع المسؤولين في أوكرانيا الحل جاء بعد أن وجه أوباما إلى فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحق الشعب الأوكراني ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة هذا الصباح كنت قد أوعزت بفرض عقوبات على بعض الأشخاص وبعض المؤسسات التي كانت مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات بحق سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ومن وجهة النظر الروسية فإن سلطات كييف تفرض قرارات غير شرعية على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي والقرم فيما اعتبر بوتين أن المكالمة الهاتفية مع أوباما كشفت عن خلافات في المنهج والتقييم للأزمة لافتا إلى أن علاقات موسكو وواشنطن لا يجب أن تتأثر بسبب أوكرانيا فيما اتهمت كييف على لسان سفيرها في الأمم المتحدة يوري سرغيف موسكو بتهديد سكان شبه جزيرة القرم للتأثير عليهم في الاستفتاء المزمع عقده الشهر الجاري المتعلق بانضمام القرم إلى روسيا من عدمه ما يقومون به حاليا هو أنهم يضغطون ويهددون الناس بقية إعدادهم للمشاركة في الاستفتاء المزمع عقده في السادس عشر من الشهر الحالي وفيما يحاول سياسيون حل أزمة الانقسام في أوكرانيا يواجه الإعلام الأوكراني رفضا في القرم حيث يتعرض مراسل القنوات الأوكرانية لهجوم في شبه الجزيرة أثناء تغطيتهم الأحداث حنين موصلي العربية